بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في إطار التحضير لامتحان شهادة البكالوريا نشرع اليوم في تقديم سلسلة من الوضعيات التعلمية في مادة الجغرافيا وأول وضعية نخصها بالدراسة الوضعية التعلمية الأولى بعنوان إشكالية التقدم والتخلف من الوحدة التعلمية الأولى التي عنوانها واقع الاقتصاد العالمي عزيزي الطالب غالبا ما يبرر الشاب الساعي إلى الهجرة السرية نحو الشمال المتقدم بالبحث عن الرفاهية هناك هروبا من التعاسى في الجنوب المتخلف إذن عزيزي الطالب هناك تقدم في الشمال يقابله تخلف في الجنوب إذن ماذا يقصد بالتقدم والتخلف وعلى أي أساس تم تصنيف الدول إلى متقدمة ودول متخلفة نبدأ أولا بتعريف التقدم التقدم هو التطور الاقتصادي والرخاء الاجتماعي والتحكم التكنولوجي وقيادة الركب الحضاري في بلد ما أما التخلف فهو التأخر الاقتصادي وهشاشة الوضع الاجتماعي وضعف التحكم التكنولوجي وعدم مسايرة الركب الحضاري في بلد ما إذن من هي الدول المتقدمة؟ هي مجموعة الدول المتطورة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا والتي يقع أغلبها في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ما عدا نيوزيلندا واستراليا الواقعتان في الجنوب ومن هي الدول المتخلفة؟ هي مجموعة الدول المتأخرة اقتصاديا واجتماعيا والتي يقع أغلبها في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية عزيزي الطالب على أي أساس تم تصنيف هذه الدول إلى متقدمة ومتخلفة؟ تم هذا التصنيف على أساس مجموعة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضعتها المنظمات الاقتصادية العالمية والخبراء الاقتصاديين والمعايير عزيزي الطالب هي تلك المقاييس التي يقاس بها تقدم وتخلف الأمم وتدل عليها مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية سنحاول أخذ البعض منها في لقاء اليوم والآن عزيزي الطالب كيف نصنف الدول إلى متقدمة ومتخلفة على أساس المعيار الاقتصادي لاحظ معي هذا المؤشر الذي يمثله مردود الهكتار الواحد من الحبوب في بعض دول العالم لسنة 2012 هذا الجدول يمكن أن نعتمد عليه كمؤشر اقتصادي نقيس به مدى تقدم وتأخر الأمم اقتصاديا فعندما تنتج دولة ألمانيا 6900 كيلوغرام من الحبوب على اختلافها في الهكتار الواحد فهذا دليل على تطور الزراعة في ألمانيا التي تعتمد على البحوث العلمية لانتقاء البذور الجيدة وعلى قوة المكننة وتأهيل اليد العاملة إلى آخره فألمانيا إذن دولة متطورة زراعيا أي اقتصاديا بينما دولة السودان مثلا فهي لا تنتج من الحبوب على اختلافها إلا 472 كيلوغرام في الهكتار الواحد فقط وهذا دليل على تأخر الزراعة بسبب اعتمادها على الوسائل التقليدية في الانتاج الزراعي فالسودان إذن دولة متخلفة زراعيا أي اقتصاديا مؤشر اقتصادي آخر يمكن أن نعتمد عليه لنقيس به مدى تطور الأمم اقتصاديا لاحظ معي عزيزي الطالب هذا الجدول الذي يمثل مقدار حجم الدخل الوطني الخام لبعض الدول العالم يظهر لنا من خلاله أن هناك مجموعتين من الدول أولا هما تمتاز بدخلها الوطن المرتفع وتشمل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا ويعود ذلك إلى نمو وحيوية وعالمية اقتصاديتها وثانيهما تمتاز بدخل وطني خام منخفض وهي هايتي الجزائر والبرازيل ويعود ذلك إلى ضعف اقتصاديتها ماذا تستنتج؟ أكيد جيد أن المجموعة الأولى متطورة اقتصاديا والثانية متخلفة اقتصاديا عزيزي الطالب لا يقتصر المعيار الاقتصادي على هذين المؤشرين فقط بل هناك مؤشرات اقتصادية أخرى مثل طبيعة الصناعة استخراجية كانت أم تحويلية نسبة المساهمة في التجارة العالمية ومدى تحقيق الدولة للاكتفاء الذاتي إلى آخره عزيزي الطالب كيف نصنف الدول إلى متقدمة ومتخلفة على أساس المعيار الاجتماعي؟ إن المعيار الاجتماعي يتجلى في مجموعة من المؤشرات عفوا تخص المستوى المعيشي من سكن خدمات صحية دخل فردي إلى آخره تتبع معي عزيزي الطالب هذا الجدول الذي يمثل نسبة الأطباء في بعض دول العالم ماذا تلاحظ؟ أكيد أنك لاحظت أن هناك فرق كبير جدا بين الدول ففي ألمانيا مثلا أربعة أطباء لكل ألف نسمة بينما في الكاميرون طبيب لكل ألف نسمة فالفرق كبير بين الدولتين في التأطير الصحي لذلك نصنف الأولى من الدول المتقدمة اجتماعيا والثانية من الدول المتخلفة اجتماعيا لكن عزيزي الطالب هل يتوقف قياس تقدم أو تخلف الأمم عند المؤشر الصحي فقط؟ أكيد لا فهناك مؤشرات أخرى مثل الدخل الفردي ومتوسط العمر ومستوى المعيشة إلى آخره عزيزي الطالب هناك معيار لا يقل أهمية عن المعيارين السابقين الاقتصادي والاجتماعي ألا وهو المعيار الثقافي كيف نصنف الدول إلى متقدمة ومتخلفة بواسطة المعيار الثقافي؟ نقيس التخلف والتقدم بالمعيار الثقافي بمجموعة من المؤشرات الدالة عليه ومنها واقع التعليم، نسبة الأمية، مستوى البحث العلمي والإنتاج الفكري والعلمي، نسبة استخدام وسائل الإعلام والتكنولوجيات، الاتصال من هنا نستنتج عزيزي الطالب أن مجموعة المعايير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجتمعة هي المعتمدة في تصنيف الدول إلى متقدمة ومتخلفة أما التوزيع الجغرافي للعالمين عزيزي الطالب فهو ليس بمقياس لتصنيف الدول إلى متقدمة ومتخلفة فهناك دول متقدمة توجد في القسم الجنوبي من الكرة الأرضية مثل استراليا ونيوزيلندا ودول متخلفة توجد في القسم الشمالي للكرة الأرضية كالبانيا إذن العالم اليوم مقسم إلى عالمين متقدم أغلب دوله في الشمال ومتخلف أغلب دوله في الجنوب فما هي العلاقة التي تجمع بين العالمين اقتصاديا؟ ذلكم هو موضوع لقائنا المقبل إلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته